اشتركوا في القناة اجاوب على الاسئلة تحت كل فيديو من هذه الفيديوهات وهبتدي بفيديو المنشطات الجنسية وبعدها هتكلم عن فيديو فيتامين بي 12 وبعدها هتكلم عن فيديو الماني وكيف ينتقل من الخصية الى خارج الجسم هتكلم مش عن الفيديوهات والموضوع لا احل الاسئلة او اجاوب الاسئلة اللي الناس وضعها تحت كل هذه الفيديوهات فتابعوا معايا هبتدي اشوف الاسئلة اللي جات تحت هذا الموضوع ونلوى الفيديو بتاع المنشطات الجنسية ونشوف ايه الاسئلة اللي جات لتحت هذا الموضوع هنشوف الاسئلة اللي جات مؤخرة واحد بيقول عن تجربة السيلس افضل بعد الغداء او العشاء بتلت او اربع ساعات ينزل الضغط حبة ينزل الضغط حبة واحدة كل تلت يام ده تجربته ده ما بيسألش ده تجربته الشخصية وهو صحيح ممكن تاخد حبايا كل تلت يام والسيلس من نوع اللي بيقعد فترة طويلة يعني مفعوله بيقعد اكتر من يوم ممكن يومين 48 ساعة او 36 ساعة فشكرا يا سيد وده الله يبارك فيك شكرا يا سيدي وده مين ده بقى اخونا ده بيسأل السؤال بتاعه هم جدا الفياجرا حاجة بيقولها يعني معلومة بيقولها روبا لعسان طويل خطير على القلب هو طبعا كلامه يعني ليه شروط الخطر ده ليشروط لكن هو مش على مطلقه كده يعني كلمة خطير على القلب دي غلط الفياجرا واخوتها في السوق بقى لها النهاردة كم سنة اكتر من عشرين خمسة وعشرين سنة مش فاكر بالزبط تبتدى امتى لكن هو بقى له فترة طويلة او في السوق ولم يذكر ان فيه اي مخاطر مع الاستخدام الطبيعي هتيجي تقول لي بقى فيه خطورة مع واحد خطى عشر حبات مرة او قاعد ياخد في حبايا ما اشتغلتش ياخد في التانية بعد خمس ده ما اشتغلش ياخد في عمره ما يشتغل طبعا طالما حطت في مخه فلو خد حتى عشر حبات مش هشتغل وما فيش شاك وهو ده الخطر لكن احنا بنتكلم على الاستخدام العادي فعلى الاستخدام العادي على مدار عشرين سنة ما حدش الابحاث والدراسات ما سجلتش اعراض خطيرة فالكلام ده مش على مطلاقه يعني غلط واحد بينصح او الزار ما فيش حد بيسأل الناس بتنصح عليكم بعسل السودان طيب بيروج العسل السودان خالد الربيع استخدم لفترة من خمسة سنين كوي ايه من خمسة لفترة من خمسة سنين يعني هو بيستخدم اه بيقول انه بيستخدم لفترة بقاله خمسة سنين ماشي يا سيد انا ما عرفش يعني اه يقصد انه كويس يعني او قامن واحد بيسأله كم تستخدم الجرعة وكم حبة بالشار زي سمحت صباح الخير هو زي ما انا قلت قبل كده ان الممكن تستخدم لو جرعة صغيرة ممكن تستخدم يوم بعد يوم اي نوع من الثلاثة لو الجرعة الكبيرة لما مثلا فيها جرى فيها خمسين وفيها مية لو الجرعة الكبيرة ما ينصحش ان انت تستخدمه اكتر من مرة كل اسبوع صباح الخير دكتور هلال ممكن علاج لسرعة القصف بس الموضوع ده عن على فكرة صحيح الموضوع بتاع الفيديو عن المنشاطات الجنسية بصفة عامة وامتى تستخدم وايه المناسب ليه لكن بالنسبة لاخونا اللي بيسأل عن سرعة القصف سرعة القصف اذا كانت فعلا سرعة قصف حقيقية مش وهمية لان في بعض الناس بتعتقد ان هو بعضا بيقصف في الخمس ده بيعتقد ان ده سرعة القصف لا هي سرعة القصف العلمية معناها ان الواحد بيقصف قبل ما يدخل العضو في السيدة او بعدها مباشرة في فطرة اقل من ديتين استخدام المنشاطات الجنسية عمليا وضح ان بياخر عملية القصف مش بياخرها في حد ذاتها انما هو بيبتدي الانسان ينتصب مبكرا قبل ما يصل عنده الاصارة بشكل يقربه من القصف فبالتالي بينتصب مبكرا وبيبتدي في علاقته مع زوجته مبكرا فبيقعد في فطرة اطول على ما يوصل لمرحلة القصف فهذه ولو ان علاج القصف في حد ذاته لي طبعا خطوات اخرى كتيرة وهو مش بالادوية وانما باسلوب الممارسة ومع التعاون والدليل على كده ان اكثر الناس كثير من الشباب اول ما بيتجوز بيعاني من سرعة القصف وبعد الزواج كده بحوالي تلات تشهر ست تشهر بيبقى الموضوع عنده احسن ليه؟ لانه تمرس وتعود وعرف ازاي يوصل للنشوة بالشكل في الوقت المناسب اخونا ده طبعا كلامه مش صح احنا قلنا انه لا بيسوي جلطة ولا بيسوي مشاكل الا في الاستخدام العشوائي اللي مش يعني اللي بالهبل يعني لكن في الاستخدام المنطقي ما بيسويش اي مشاكل وده انا مش بروج ليهم يعني دول شركات كبيرة ومش محتاجين ترويج دول شركات يعني خلاص عملوا بلايين وعلى كل حال اللي مش عجبه او مش مرتاح لهذه الفئة دولة طبعا احسن احنا انا شخصيا بروج اللي ده هو اسمه فيجريكس بلاس اللي حب يبقى يجربه احط الرابط بتاعه تحت الفيديو لانه اعشب اولا وارخص كتير جدا اما بتشتري كمية ارخص يمكن سعرها اقل من يعني بتمن حبات فيها كانوا ممكن تشتري عشر حبات وممكن تستخدمها بصورة يومية والفترات طويلة وبدون مشاكل جانبية فحط الرابط تحت الفيديو اللي حب يبقى يجربه لو سمحت يا دكتور ممكن تساعدني وتكتبلي على حاجة كويسة لزيادة الرغبة الجنسية انا الكلام اللي قلته من شوية هو طبعا زيادة الرغبة الجنسية ديت مش بس علاج وانما باسلوب حياة واسلوب تعامل مع الزوجة وتحسين العلاقة يعني التقرب من الزوجة او يعني الريونيون كده واعادة او استعادة الايام الحلوة ايام ما كان في حب وفي تواهب لكن لكن بصف عماء المنتج اللي انا بقول تعليم شوية شوف الرابط بتاعه لو استخدمته صح والفترات معقولة ممكن اوي اوي تحسن الرغبة الجنسية عنه انا مش هحط لكم الرابط على طول للشيرة لا انا هحط لكم الرابط على موضوع او مواضيع كتبها عندي في الموقع تقروها بالعرب الاول عشان تفهموا القصة لان الشركة كتبة بالانجليز وبعدنا ما يعرفش الانجليزي قوية فتقرو الموضوع بالتفصيل اللي حب يشتري لما يصل الى قناعه ويتمقن يبقى يشتري استخدم الجنسينج مع العزق كده الكلام اللي احنا بنقوله تقريبا هو المكونات الطبيعية بس طبعا في مكونات طبيعية انت بتستخدمها كده بالبركة في البيت وفي مكونات طبيعية بتستخدمها على هاية مركبز اللي انا اتكلمت تعلم مع اخواننا اللي هو الفيجريكس مكون من هذه الامور بجرعات او بتركيزات علمية ومش بس الجنسينج وحاجات اخرى ومركبات اخرى كتير اهمهم ثلاث مركبات شرحينه في الموضوع بتاعتنا فاللي برضو نقول للاخونا مصطفى ممكن تبقى تشوف الرابط تحت الفيديو لو سمحت عبدالخالق اهلا بيك احسنت ما قدمت عبدالخالق نعم اه ده اسمك ولا ايه مش عارف الله يخليك يا سيدة اسلام ما عرفش هو بيشكر ولا يقصد ايه لكن متهيالي كده كارم ايه لو ماشي يا كارم دكتور لو سمحت الفجرة فيها انواع 25 و 50 و 100 ممكن تشرح وما هو الانسب الانسب يتوقف عليك بس هو العادة عادة ال 50 ملي جرام هو الانسب لأي راجب ماشي لكن انا انصح ان انت تبتدي بال يمكن ابتدي بال 50 ابتدي بال 50 ماشي لانا 25 ملي جرام دي جرعة صغيرة او بس ميزيتها انك ممكن تستخدمها كل يوم ال 50 ملي جرام تقدر تستخدمها مرة كل يومين او مرة كل تلات يوم واكيد هتجيب نتيجة معاك كويسة اذا ما جابتش نتيجة معاك ممكن تستخدم المية ملي جرام بس لاحظ من بعض الاعراض الجانبية اللي هي احيانا عند بعض الناس طبعا مش القلب والموت والحاجات المبالغة لا احنا الاعراض الجانبية معروفة اللي هي شوية الصداع وشوية توهج في الجسم كده واحساس بالحموة او السخونة لو زيادة عن لزوم يبقى مالوش لازمة الفياجرا الفياجرا تقدر تستخدمه بشكل ده بس طبعا تبقى مشكلته السعر السعر النهاردة بتاع الفياجرا حوالي 20 دولار الحباية اللهم ما الاصليا اللهم ما إلا بقى التقليد او اللي بيصنع محليا بيبقى أقل شوية لكن هو سعره الرسمي حوالي 20 دولار الحباية ويرا التجرب المتج اللي أنا بقولك عليه العشرين دولار دول ممكن تشتري بيهم حباية 20 حباية وممكن تكون ناتيكتو زي او احسن الفياجرا بالاضافة انه ايه اكثر امانة الجنوبية لانه الاغلب فيه فيديو يا استاذ بيقولي تكلم عن مرض السكر لان الاغلب عندهم مرض السكر فيه فيديو اسمه علاج ضعف الانتصاب عند مرض السكر اريد تبقى تشوفه لا وضع دعامة بيسأل ها الوضع دعامة أفضل من الحبوب لا الوضع دعامة مش بديل للحبوب وضع الدعامة دي لما يكون مفيش أمل أبدا باستخدام جميع الموسائل لفترات طويلة ولا نتيجة على الإطلاق لانك انتما تعمل وضع دعامة هتعيش حياتك كلها معتمد على الدعامة لان ما بنحط الدعامة بنشيل الانسجة بتاعت انسجة من القديم نفسه وبالتالي لا يصلح بعد كده انه يشتغل أبدا يعني بعد كده العضو زكري عمره ما يشتغل لازم دعامة لان احنا بنشيل الانسجة بتاعته ونحط الدعامة وبالتالي الدعامة ما بتتعملش إلا لما يفقد الأمل في أي علاج هي ما فيش فيها نوع مثلا من الإدمان أو يجي يوم ما تجيش نتيجة لكن هو ممكن انت ممكن تستخدم الحبوب يعني عن تجاربه مع المرضى ممكن تستخدم الحبوب تبقى كويس وبعد 4-5-10 تستخدم الحبوب نفسها ما ترتاح بس مع التجارب اللي شفتها لما تقطع هذه الحبوب حوالي شهر وشهرين وترجع لها تاني بتبقى تشتغل بتبقى تشتغل وتجيب نتيجة كويس يعني هاريت تركزوا في الحتة دي كتير من الناس بتشغل بتستخدم الحبوب كويس ومرتاح 4-5-10 بعدين تيجي بعد فترة تلاقي ما فيش نتيجة فلو وقفت استخدام الحبوب كده شهر شهرين ورجعت لها تاني بتجيب نتيجة دي حاجة لحظوا مع استخدام الحبوب ان ممكن مرة يوم تلاقي فيه نتيجة ويوم ما فيش نتيجة لان الانتصاب وشهر الجنسية مش بس حبوبة انت مش قالها هتاخد حباية هتشتغل انت انسان العوامل النفسية والأسرية المحيطة بيك مهمة جدا جدا فيه أدائك الجنسي مع زوجته علي ثاندر أحسن وصفة مفضلة وصحية وطبعية هجر جير طب ماشي يا سيد بس دي وصفة بلعة مليون سنة عارفينها كلنا ماشي ويظن فيه نقطة يعني ان لو عرفت قيمة الجرجير لزرعته تحت السرير مع اخلط الجرجير ده والأخونا بيقولي الوصفة بتاعة اخلط المشروب مع البن وجوابني بالتجربة لا انت قلنا انت عملت التجربة ما تكتب التفاصيل انت بعت التجربة دي من شهرين يا ريتك تكون معنا علي سندر وسمعني على حكاية الجرجير ده قلنا انت تجربتك اي ومين من صحابك جرابها يا اتنين مشتاق ما هو العلاج الذي يعالج سرعة القاسي جوابت جوابت انا قبل كده أخونا فوق كلمت عن سرعة القاسي وزي ما قلت له لو تحب تجرب المنتج اللي تحت الفيديو اللي انا هحط الرابط بتاعه اقرأ التفاصيل بتاعته كويس قوي وتبقى تشتريه اذا حبيت ويا ريت اللي اشتري اخواننا يتابع معايا بعد ما اشتريه اشتريه بشهر شهرين عشان انا برضو اتابع فعالية المنتج مع الناس اللي بتستخدمها لان كتير قوي من الناس بتشتري وخلاص وما يتابعوش ولا يهتموا ما حدش بتابع الا اللي ما بيجيبش معا النتيجة عايزين اللي بيجيب معا النتيجة برضو يتابع عشان نفهم بالظبط طبعا لازم نوه لحاجة مهمة انا باخد عمولة الشركة بتدينا عمولة على المنتج ده عشان ما حدش يعني مش عايز عمولة خلاص اضرب على روح الشركة واشتري مباشرة هي سعر هو هو بالمناسبة مش هتختلف بس انت لو اشتريت عن طريق الموقع بتاعي السعر هو هو زي ما تشتري كده مباشرة من الشركة ماشي نفترض ان انت بتشتري بمئة دولار عن طريق الموقع بتاعي لو اشتريت برضو عن طريق الشركة نفس المبلغ مئة دولار بس لو اشتريت عن طريق الموقع بتاعي انا باخد حصة من المئة دولار دي فاللي مش عايز ينفعنا مفيش مشكلة يبقى ايه يروح على موقع الشركة واشتري مباشرة بس المهم اللي يستخدم ييجي يتواصل معانا ويقول لنا الوضع يعني هل ارتاح وطريقة الارتاح ازاي وطريقة الاستخدام ويقول لنا خبرته يعني وهل مرتاح شو كده الخبرات الايجابية والسلبية كلها والاكبر الطبيعي يكسب طبعا الطبيعي يكسب ما فيه شكسيان بدون منشطات خالص او بمنشطات طبيعية التليفون بيرن استأذنكم دقيقة واحدة تمام كده نكتفي بالفيديو الى هذا الحد عشان ما نطولش عليكم وربنا يسهل واقدر اجاوب على بيت الاسئلة في مكانها يعني تحت تحت الفيديو ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة